بس افتحوا البحر ما بده شيء صارت الدعوة لإرسال اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا عبر البحر خطاب شائع بلبنان أيها النازحون السوريون أيها الإخوة كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا إلى قبرس هذا البحر أمانكم فاتخذوه سفناً واركبوه قبل خطاب نصر الله طرح رئيس التيار الوطني الحر جوبران بيسيل الفكرة نفسه وكم مرة قلنا للمسؤولين اعملوا موقف لبناني حازم وفلتوا كم ألف سوري وشوفوا كيف الاتحاد الأوروبي بيجي لعند لبنان تمنهول أكتر بيجي لعند لبنان بقلوا شو بدك تقمر أولاً هالدعوات المتزاكية بتخفي أنه بالحقيقة تسهيل للإتجار بالبشر وتهريبهم لأنه شركات النقل الشرعية ما بتشتغل بهيك ملف هالشركات بتشتغل بترخيص آنونية بين مرفق ومرفق وما حتفرط ببواخرها الأمنة والمكلفة برحلات بتنتهي بمصادرتها المؤكدة بأوروبا والدولة اللبنانية مش بيوارد تبعث مراكب الجيش أو بواخر مستأجرة لتتحدى سيادة الدول بحلف الناتو وما حدا حيفرط ببواخره ويأجرها لهيك مغامرة الشي الوحيد المطروح لتنفيذ هالفكرة هو تشريع أنشطة عصابات التهريب والإتجار بالبشر تانيا في دول مثل تركيا وتونس جربت فتح البحر والنتيجة كانت كارسية وزادت أعداد اللاجئين بدل ما تخفضهم لأنه فتح البحر بيحول البلد لمغناطيس بيجذب المهاجرين من كل أنحاء المنطقة طمعا بالانتقال لأوروبا وهيدي النتيجة كانت واضحة بتونس اللي ازدحم فيها المهاجرين لأفرقة رغم أزمتها الاقتصادية بسبب نشاط شبكات الإتجار بالبشر هونيك أما تركيا ففهمت خطورة هاللعبة لما تحولت لخزان للمطلوبين من دول المنطقة اللي بيشتغلوا ضمن هالعصابات اللي بتتخصص بكل أشكال التهريب عبر الحدود تالتا إذا حدا مسترخص حياة اللاجئين فشبكات الإتجار بالبشر ما بتميز بين ركب لبناني أو سوري أو فلسطيني مثل ما تبين بهويات ضحايا مراكب الموت بشمال لبنان مراكب غير إمنة معمولة لاستخدام لمرة وحدة أو مرات قليلة برحلات بيموت ركابة غرقا أو عطشا بعد تعطل المراكب أو بتنتهي بأعمال الاستعباد والاستغلال الجنسي عطرقات الهجرة أخيرا أصحاب هالأفكار اللي بتحول البلد لمرتع للعصابات ما عم يطمحوا لمعالجة أزمة اللجوء بقدر ما عم يطمحوا لاستجداء المزيد من الأموال من الدول الأوروبية في نهاية المطاف مش مليار دولار مليار يورو حيجو الأوروبيين عشرة مليار عشرين مليار تلاتين مليار تطلعوا هالأدر خاص وبتقبلوا مليار يورو على أربع سنين ترجمة نانسي قنقر